من أخطر الطريق المنتشرة على اليوتيوب لإطالة الشعر وتكسيف الشعر بشكل طبيعي ومش مكلف خلص مية الرز مية الرز في فترة بدلالوقات كانت ترند طريقة طوعية تماما وبتطول الشعر وبتكسف الشعر وفعلا الناس بدأت تستخدمها بدأت تجيب معهم نتاج كويسة جدا وانها بتطول الشعر 3 سنط في الأسبوع والكلام ده كله بس بعد كده مع انتشار التجارب بتاعة مية الرز بين الناس بدأت ناس تتكلم انها كويسة جدا وفعالة جدا وأحسن حاجة جربتها وانها تستخدمها مدى الحياة وناس تانية بدأت تقول ان مية الرزة دمرت لها شعرها وانها بتناشف الشعر جدا وبتهيش الشعر وناس كمان بتقول ان هي عملت لها قشرة طبعا بالقراء دي نستنتج حاجتين لإما في ناس بتستخدمها صح والناس بتستخدمها غلط وان هي كمان زي أي حاجة في الدنيا ممكن تكون مناسبة لأنواع معينة من الشعر وأنواع تانية من الشعر مش مناسبة لها ففي الفيديو هنتكلم ازاي نحضرها صح ازاي نستخدمها صح ازاي اعرف هي منسبة لشعري ولا مش مناسبة طبع علميا هي اصلا مفيدة ولا مش مفيدة انا دكتورة ملنا السيد تابع معايا الفيديو الاخر شعرة مية الرز واستخدامها للشعر بدأ عندنا من اليابان ومن الصين خاصة قبيلة معينا اسمها قبيلة الياءو كانوا بيستخدموا مية الرز على طول ان هما يخصوه شعرهم بيها درجة ان الموضوع وصل ان هما بيستحموا في مية الرز تلاحظوا ان سكان قبيلة الياءو بدأ السيدات عندهم شعرهم بيطول جدا لدرجة ان شعره يبقى ماشي وراها كده تلاحظوا ان الشعر عندهم مش بيحصل فيه شي بغير بعد 80 سنة فلما جون يدوروا ايه المميز للقبيلة دي لا ان هو مية الرز فبدأوا يرجعوا الحاجات او الظواهر الغريبة اللي حصلة في الشعر عند الناس دي لاستخدامهم لمية الرز بشكل مستمر طب هي اصلا مية الرز بتتكون من ايه ايه المكونات اللي فيها اللي ممكن تكون مفيدة للشعر هي اساس تكوينها بنسبة من 75 ل 80% عبارة عن نشا بعد كده بقى بيقى فيه فيتامينات معينة زي فيتامين بيه مركب عندنا برضو فيتامين اي عندنا احماض امنية تركيز عالي من الاحماض الامنية وعندنا كمان معادن بتركيز عالي طيب هل فيه كلام علمي اتقال على مية الرز او فيه ورقة علمية واحدة اتقالت سنة 2010 قالت ان مية الرز بتحتوي على تركيز عالي من مادة اسمها الانسيتول ودي غالبا المادة اللي بتخلي مية الرز مفيدة للشعر لان هي بتساعد على اصلاح الشعر بشكل داخلي وبتساعد ان هي لو الشعر متدمر تعمله عادة اصلاح من تاني وتخلي ملمسه كويس وصحي ولامع ايه اللي احنا نتوقعه لما نستخدم مية الرز مية الرز من الحاجات اللي بتساعد على ان الشعرات تبقى فيها لمعة بيبقى شكلها صحي اكتر بتساعد على تبقى شكلها متحدد يعني لو حد شعره كيرلي مثلا هتلاقي ان الكيرلز بقى شكلها متحدد اكتر كمان ان الشعر يبقى اقوى ومع الاستمرار عليها بتساعد ان الشعر يطول تعالوا بقى نحضر مية الرزة مع بعض وهقول لكم واحنا بنحضرها ازاي نحضرها صح ازاي نستخدمها صح في محاذير كده معينة هنتكلم فيها طلط تماما اللي احنا نعملها واحنا بنستخدم مية الرز الطرق دي منتشرة والطرق دي فعلا هتعمل قصار جانبية سيئة جدا في الشعر وهتخليكوا بدل منتو بتستخدموا طريقة طبيعية عشان ترون انتها كويسة بالعكس هتجيب معكوا قصار جانبية وحشة جدا يلا نبدأ نحضرها ومن ضايعش وقت نبدأ بقى نحضر مية الرزة مع بعض ده اولا نص يعني انا جبت المج ده طبعا هو نفس المج اللي انت هتعايير بيه المية هو اللي انت هتعايير بيه الرز فانا جبت نص المج ده رز ولازم تخسليه كويس جدا جدا عشان طبعا رز مش بيبقى انضف حاجة يعني عشان اي شواقب او اي حاجة فيه تتخلص منها وبعد كده هستخدم بقى المج ده كامل انا مش متمكنة قوي بصوا جماعة بصراحة ان من اول من موضوع مية الرزة ده طالع كنت متخوفة ان انا جربها بسبب موضوع الريحة لان انا عندي الناس كتيبت تشتجي من راحتها وانا عندي مشاكل ان اي حاجة راحتها مش لطيفة بتتعبني جدا يعني عشان اجربها بصراحة عشان اقول لك رأي فيها وفي نفس الوقت كنت خايفة من موضوع الريحة ده فانا تغلبت على الموضوع ده بحاجتين اول حاجة ان انا لما جيت استخدمتها حطت عليها ده زيوت عطري ميكسي كده زيوت عطري انا كنت عاملة قبل كده الفاندر والروزميري والنعناع فده بيخفف الريحة جدا فمش شرط نستخدم تلات انواع ممكن نستخدم الروزميري بس نستخدم الفاندر بس اي حاجة او نعناع بس الحاجات دي بتخفف الريحة جدا يعني تحط منه مثلا عشر نقط على الكمية دي بتخفف موضوع الريحة ده جدا وفي نفس الوقت هي لها فوايد للشعر اللي هي بتنشرت دورة دموية وكده فدي حاجة انا يعني ساعدتني في ان موضوع الريحة ده انيش تاني حاجة ان انا لما جيت عملت الميكس ده سيبته في التلاجة لمدة 12 ساعة بصراحة ما سيبتوش حتى 24 ساعة 12 ساعة بس انتي عايزة تسيبه 24 ساعة ما فيش مشكلة بس هتبقى الريحة ارخم شوية خلونا بقى نقول شوية ملاحظات على تحضير مية الرز اول حاجة فكرة مية الرز وهي مفيدة ليه علشان عملية التخمر عملية الفيرمنتشن دي ان انا لما بسيب المية مع الرز دي في التلاجة لمدة من 12 موجودة في الرز تخرج عندنا تبقى في المية فاول غلط انت ممكن تعمليه وانت بتحضر مية الرز ان انت تقوم مصفية مية الرز دي وتسيب المية دي الواحدة هالي تتخمر كده اصلا ما حصلش حاجة كده انت ما استفديش حاجة لازم الرز يفضل في المية فترة التخمير دي اول غلط محدش يقع فيه تاني نقطة عندنا الناس اللي هي بتسيب ده يتخمر برا التلاجة يعني تقول سيبه 24 ساعة برا التلاجة كرسة يعني برا التلاجة ده بقى يعني فيه بقى ايه البكتيريا تزيد قوي والفتريات تزيد قوي وتبقى انت بتحطي حاجة على فروة راسك فيها بكتيريا وفتريات طبعا مضررة جدا ممكن تعملك اشهر يقدر الله وكده فيها لازم تتساب فيه التلاجة مش برا التلاجة ماشي اقصى مدة للتخمر من وجهة نظر هي 24 ساعة لما انت بتسيب البرتمان ده كده يعد 48 ساعة يتخمر مش بتاخدي اي فايدة زيادة 24 ساعة منمم 12 ساعة ويكون جوه التلاجة فيه غلطة برضو الناس بتقع فيها انها بتعمل اللي هاتسخن الرز وتاخد منه شوية مية وتبقى هي كده عملت مية الرز لا غلط جدا ده لفيه تخمير يعني مفوش فايدة وفي نفس الوقت التسخين ده بيخلي كل الفيتامينز اللي موجودة في مية الرز اصلا تتكسر اللي هاتسخن للشعر النقطة بعد كده لما انا اجي استخدم مية الرز دي انا بصفر الرز اللي عليها واستخدم المية دي بس بنستخدمها زي ما احنا بنستخدم كأننا بنحط ماسكة على شعرنا يعني انت بتحطيها مثلا في بخاخة زي دي وتبدأ ان انت ترشيها على فروة الرس وعلى الشعر اقصى مدة تتساب على فروة الرس او الشعر 20 دقيقة اوعد سيبيها اكتر من كده الناس بقى اللي بتسيبها وما بتخسرهاش انت اللي بتبات بيها الناس اللي بتسيبها بالتلات اربعة تيام ده غلط جدا ما ينفعش يسيب حاجة زي ما قلنا فيها بكتيريا على شعرنا اكتر من 20 دقيقة يعني هي من 10 دقايق غللا حاجة 10 دقايق واقصى حاجة عندنا هي 20 دقيقة وبعد كده بقى بتاخدي خطوات الشعر بتاعتك الطبعية تماما انت بتغسيل شعرك بالشامبو بتستخدم المسكة بتستخدم الملسم المهم ان هي خطوة لازم بعدها الشعر يتغسل بشامبو يا جماعة نفعش تستاب على الشعر نهائيا ولو هنسيبها مش هنسيبها اكتر من 20 دقيقة بس بقى الخطوات اللي احنا هنبدأ نصف دي ونحطها في التلاجة ونحطها على شعرنا كل يوم كل الحاجات دي يتجيب معاكي نتائج مش كويسة نهائيا بس كده دي الحاجات اللي انا كنت عايزة احذركم منها بخصوص مية طرز بعد كده بقى هقول لكم ازاي نعرف مية طرز مناسبة لطبيعة شعرنا وعلى حسب طبيعة شعرنا هنستخدمها مثلا مرة كل اسبوع ولا مرتين في الشهر ولا مرة كل شهر تابع معايا الفيديو الاخر كده احنا خلاص عرفنا هنحضر مية طرز ازاي ونستخدمها ازاي وازاي نتفادي اصارها للجانبية انا اتكلم هن اكتر حاجتين الناس بتشتكي منهم في استخدام مية طرز اول حاجة عندنا ان فيه ناس بتشتكي انها سببت لها جفاف او نشافان في الشعر اللي رجل ان الشعر بقى مقصف وفيه ناس او الشعر بقى ناشف ومقصف وفيه ناس تانية بتشتكي ان هي عملت لها اشرة عايز اقولك بس مية طرز ممكن تكون عندنا اشرة ازاي اول حاجة ان مية طرز اصلا عشان حصل عندنا عملية تخمير والحاجات دي كلها فطبعا البي اتش بتاعتها غير البي اتش بتاعت الشعر يعني البي اتش اللي هي درجة الحموضة ربنا خلق لنا كل حاجة في الجسم اللي هي درجة الحموضة معينة درجة الحموضة دي لو حصل فيها اي خلل ممكن يحصل عندنا انفكشن او يحصل عندنا عدوى او نبقى عرضة ان احنا نتعرض لعدوى فطرية او عدوى بكترية اللي بيحصل عندنا في مية الرز اللي هي زي ما قلنا هي اصلا فيها بكترية دي اول حاجة ثانيا الناس اللي هي بتصيبها تتخمر زيادة عن اللزوم بتبدأ تكون عندنا ممكن فطريات الناس بقى اللي هي بتبدأ تصيبها اصلا على شعرها او الناس فترة كبيرة طبعا ده بسيب بكترية على شعري طبعا ده يعمل لي مشاكل كتيرة جدا اللي هي مش بتخسلها بعد كده بمعنى صح الناس كمان اللي هي اصلا بتخمرها برا التلاجة فطبعا ده بيخليها تبوز اصلا وتحطها على شعرها بعد كده طبعا انا ساعتها ممكن يكون عرضة ان انا يحصل عندي اشرة فاول حاجة انا اتفاداها ان انا زي ما قلنا نحضرها في التلاجة ان احنا نخسلها على طول ما نسيبهاش على فروة الراس اكتر من عشرين دي او اي حال وان احنا كمان فترة التخمر بتاعتنا تكون من 12 ساعة ل 24 ساعة بحد اقصى ممنوع تماما نسيبها اكتر من كده لو احنا عملنا الحاجات دي طبعا هنتلافع حتة الاشرة لو انت بقى بالفعل عندك اشرة خاصة لو هي الاشرة اللي هي بتبقى لازقفاره وترسل متكتلة دي لان الاشرة دي غالبا اصلا بتبقى مصحوبة بعضها فطرية فممنوع تماما ان انت اصلا تستخدمي مية ترسل وما حدش يضحك عليك ويقولك هي بتعالج الاشرة الكلام ده غير علمي تماما ندخل بقى على النقطة التانية اللي بتدايق الناس وهي فيه ناس بتقول ان هي بتخلي بتعالج الهيشان وان انا شعري كان مقصف وكان شكله متضمر ويصل لحتهولي وشعري بقى ناعم وملمسه صحي وبيلمع وفيه ناس تانية على النقيد تماما بتقول ان انا اول ما استخدمتها شعري بقى شبه المقشة يعني شعري كده بقى زي القش كده ونشفت لشعر جدا ايه الفرق بين ده و ايه الفرق بين ده زي ما قولنا في بداية الفيديو ان مية الرز فيها تركيز عالي من الاحماد الامنية فيها تركيز عالي من البروتينات مش اي شعر بيحب البروتين للشعور بشكل عام بتحتاج توازن ما بين الترطيب والبروتين ان انا استخدم حاجات ترطبه وان انا استخدم منتجات فيها بروتين زي المنتجات اكتب عليها كريتين زي مثلا زيت جوز الهند بيحتوي على تركيز عالي من البروتين ايا يكن الفكرة كلها ان انا لو انا شعري البروتين بتاعه قليل يعني البروتين اللي فيه قليل هيققى جعان بروتين عايز بروتين فلما اجا استخدم حاجة زي مية الرز هتديني بروتين هتخلي الشعرية عندي اقوى وتخلي الشعرية عندي مفروضة كده ومتحددة وشكلها جميل لو انا حد بقى الشعر بتاعي طبيعة البروتين عالي ربنا خلق البروتين فيه عالي هيققى كاره للبروتين لو انت استخدمت على شعر البروتين بتاعه عالي بروتين هينشف جدا لان اصلا البروتين لو زاد عن حده بينشف الشعر وهيهيشه طب انا عرف انا امتى بقى افرق بينهم راكده تكوني بتاخد شعر وغسلت شعرك كويس والشعر مش فيه اي دهون ونضيف تماما امسيكي شعرية من عندك كده وابدقي شديها لو الشعرية تشدت معاك قوي يعني مطت حصل فيها مطة كده زي استكعر في ان الشعرية دي منخفضة البروتين فهي مية الرز تنفع معها جدا وممكن تستخدمها مية الرز مرة كل اسبوع مفيش منها اي مشاكل تاني نقطة بقى لو انت الشعرية اول ما انت جيت تشدها كده تقطعت في ثانية الشعرية اللي هي سهلة القطع او سهلة الكسر دي دي بتبقى شعرية اصلا عالية في البروتين هي مش محتاجة اي بروتين فمية الرز دي ما تستخدمهاش غير مرة كل شهر او كل شهرين بس لو الشعرية كانت متوسطة يعني اللي هي اخدت وقت طويل عشان تمط ولا هي اخدت وقت مثلا قصير ولا هي وقت تقطت اللي هي اتكسرت على طول يعني شعرية متوسطة البروتين دي ممكن نستخدم مية الرز في الحالة دي مرتين في الشهر فهمنا؟ يعني لو انا شعري منخفض البروتين ممكن استخدمها مرة كل اسبوع لو انا شعري عالي البروتين استخدمها مرة كل شهر او شهرين لو انا شعري متوسطة البروتين باستخدمها مرتين في الشهر ده الاستخدام الصحيح لمية الرز حسب طبيعة شعرنا ولو احنا عملنا التجربة دي وعرفنا النوع شعرنا مية الرز هناخد منها اثار جميلة جدا وفي نفس الوقت مش هتنشف لنا شعرنا ولو انت حاسة ان مية الرز فيها اصدع كتير بالنسبالك وخايفة ان انت تجربها فيه يعني فيه حاجات تانية طبيعية ممكن نستخدمها لطول معنا الشعر وتدي تأثير ايجابي وملهاش اي اثار جانبية بالعكس معالج للاشرة قبل كده انا زلت سبريعنة قناة طبيعي جدا بمكونات سهلة جدا ممكن نعمله يساعد ان هو يطول الشعر ويعالج التساقط وما فيش منه اي اثار جانبية اتمنى يكون الفيديو افادكم ورد على اسئلاتكم